أين هذه المشاعر التي نحن نتنازل عنها في سبيل بقاء المودة؟ نحن ننتصر لمشاعر الحب والكراهية رغم أنها متقلبة وهذا خطأ انتصر لفكر انتصر العقل انتصر لمبدأ لوطنك لدينك لكن ليس لمشاعرك تعلم لماذا؟ يا أخي الحبيب المشاعر كم من رجل أحب مرأة تزوجها فأصبحت له عشيقة ثم طلقها بالأمس كان يتغزل بجمالها وعفتها وطهرها ثم لما طلقها ذمها وذم أبيها وأسرتها أليس كذلك؟ لهذا بما أن المشاعر متقلبة إذن ستتقلب معه الآراء بما أن المشاعر متقلبة تتقلب معه الآراء إن اتجهت شرقا أو غربا لكن العقل لو تقلب يتقلب بحكمة وثقل ويعذر الفكرة السابقة يعذر لهذا متى نحن سنصل لمرحلة أن ننصف في مشاعرنا أكرهه لكنه يقول حقا أليس كذلك؟ أكرهه لكنه يقول حقا لا أحبه لكنه وفق في هذه المسألة متى سنقدم العقل على المشاعر؟ كم يعجبني أنا؟ كم يعجبني العرب حتى في الجاهلية؟ أولئك القوم الذين كانوا يأكلون الميتة ويأكل القوي الضعيف ويأكلون الربا ويمصون النوى ومه هذا كان إذا أحدهم خاطبهم بالعقل رضخ لعقله لا أتكلم عن عصبية قبلية ولا أتكلم عن أولئك الذين ينتصرون لباطل أو لحق ولا أتكلم عن أولئك الذين يرفعون السيوف نصرة لأي شيء المهم أن يرفع السيف وإنما أتكلم عن حكماء العرب أتكلم عن حكماء العرب حتى في الجاهلية الذين كانوا يرون الحق فيتبعونه بلا وحي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يشرب خمرا قبل الإسلام تعلم لماذا رأى رجلا يشرب الخمر فبال على نفسه وسقط والناس ضحكت عليه فسقط هذا الأمر من عين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تصور قبل وجود عقوبة وحد رأى أن هذا يذهب عقلي وأنا كرامتي بعقلي علم الباطل بلا وحي علم الباطل بلا وحي بلا توجيه بلا هدي لكنه رأاه أنه ينافي لكمال الرشد والحكمة أليس كذلك؟ أليس أيضاً حتى في الجاهلية لما اجتمعوا في مكة على نصرة المظلوم وإعانة الفقير في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اجتمع الحكماء لهذا لا يختلف إثنان على العاقل لا يختلف عاقلان على العاقل لكن إذا نحن وجهنا مشاعرنا تجاهنا إلى الأمام سنختلف في كل شيء لهذا إبراهيم عليه السلام أسقط المشاعر أسقطها عندي صاحب رسالة أنا أوجهها إن قبلتها فالحمد لله وإن رفضتها اللهم فاشهد كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني بلغت اللهم فاشهد هذه الرسالة يكفي بالله شهيدة وكفى بالله شهيدة